اشتركوا في القناة وما تكون السماء كالمهل وذكرنا الأوجه التي ذكرها أهل التفسير في المهل ونزيد عليها وقول سعيد بن جبير نحن قلنا أن المهل إما السم والمهل إما الزيت وأسفل الزيت ما يبقى من عكره وقلنا أيضا المهل هو صديد أهل النار وقلنا القيح جهنم وقلنا أن المهل هو المعادن المذابة وقول سعيد بن جبير أيضا هو أنه القطران عكر القطران قطران إذا أصبح كان يغلي فما يبقى في الأخير فهذا هو المهل الذي ذكر في هذه الآية وقلنا الأقوال كلها متقاربة وقلنا الراجح منها هو أنه يكون على الزيت وفي قول الله تعالى وتكون الجبال كالعهن وهو الحالة الثانية أو الصفة الثانية من أوصاف ذلك اليوم قلنا أنه ذلك اليوم مصف بأوصاف ثلاثة الوصف الأول أنه تكون السماء كالمهل والوصف الثاني أنه تكون الجبال كالأحن الله سبحانه وتعالى ذكر الجبال ونلاحظ أنه الجبال ذكرت بتميز في القرآن الكريم على اعتبار أنها خلق عظيم كما ذكرها الله من النعم قالوا الجبال أو تادا وذكرها أيضا من النعم عندما قالوا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والذي ينظر إلى الآية يقول إذا حملت الأرض قد حملت معها الجبال فما الحاجة إلى فصل الجبال عن الأرض قال العلماء في ذلك أقوالا كثيرة قالوا الجبال أولا لكون أنها عظيمة فلعظمها أفردها بالقول لبيان عظم هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الإنسان ومنهم من قال أنه من المفسرين من قال من أهل البيان قالوا التفصيل في مقام العذاب تهويل عندما يفصل في مقام العذاب يكون تهويل للعذاب حيث فصل جزئيات ذلك العذاب كما قال حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في موضوع الجبال ذكر لنا في موضوع الجبال أن حالات للجبال فالجبال تدك كما قال تعالى وحمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وذكر أن الجبال تبس قالوا بست الجبال وبسة وذكر عن الجبال أنها يعني تكون كالعحن كما ذكر في سورة القارعة تكون الجبال كالعحن المنفوش هناك هنا قال تكون الجبال كالعحن وسنتكلم عن الفارق بين سورة القارعة وسورة المعارج وذكر عن الجبال أنه قال فتكون الجبال كثيبا مهيلة وقال أيضا كانت هباء منبثة وقال يعني عن جبال الله سبحانه وتعالى أيضا قال وتار الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب وهو مرور الجبال فذكر حالات كثيرة عن الجبال أما أيضا نفس المسألة التي ذكرناها عن قضية السماء ربما يعني سأل يسأل يقول الحالات التي ذكرت عن الجبال أي ربما في ظاهر الأمر أن تكون يعني في أول الأمر الذي لا يتقن أو لا يحسن العربية ربما يقول أنه يعني هناك تعارض بين هذه الأقوال بين أن تكون الجبال كالصوف المنفوش وتكون كالتدك وتكون هباء منبثة وتمر مرة السحاب وتبس الجبال بسة فكل هذه الحالات ربما يعني في ظاهر الأمر أن يقول القائل أن بينها فوارق وقت فصلنا القول في موضوع الجبال في كلامنا في سورة النبأ فلا حاجة ليعادة إنما ذكرنا فقط يعني أكثر حالات الجبال التي تمر بها والجبل في أصل اللغة هو يأتي على معنى يعني ذكرت لفظة الجبل المعروف هو الجسم العظيم من الحجارة المعروف يعني وذلك يعني قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فالطود هو الجبل لكن ذو الحافة الحادة يسمى طودا وإن كان عليه أجار ونباتات فيسمى طورا وإن كان من حجر أبيض يسمى صفوانا لذلك لاحظوا يعني كما ذكر ذلك الثعل بثفقه اللغة نعم قال تكون الجبال والجبل قد يأتي على معنى الكثرة أيضا في الاستعمال ويأتي على معنى الثبات قال ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا لو جمعتهم لكانوا كالجبل ولذلك هذا المعنى الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسر الفرات عن جبل من ذهب قال عن ذهب كثير وليس معنى أنه الجبل أنه خارج الماء ولو كان خارج الماء لظهر من الفرات ويعني رآه الناس ولكنه عن ذهب كثير هكذا ذهب إلى هذا المعنى ابن حجر وقد يأتي الجبل على معنى الثبات والبقاء ومنها الجبلة وفلان جبله الله على الخير أي أن الخير متأصل فيه باق ثابت فيه كثبات الجبل كأنه هذا المعنى هذه الجبال العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وصف الله أنها تكون كالعهن والعهن كما ذكر الحسن البصري قال العهن هو الصوف الأحمر مفرده عهنة والصوف إذا نفش يعني يكون أخف ما يكون ولذلك مما ذكر قالوا أن الجبال تدك ثم تكون تبس تلت وتعجن تبس هكذا قال ثم بعد ذلك بعد أن تبس تكون كالمهيل كالتراب المفتت قال ثم بعد ذلك تمر مر السحاب ثم تكون هباء منبثة منتشرة على من ذكر في الحالات هكذا أو منهم من المفسرين من ذكر غير هذا الترتيب الذي ذكرناه عن قضية الجبال لكن قضية أنه العهن قال الإمام الرازي والعهن هو الصوف المصبوغ ولا يسمى الصوف عهنا إلا إذا كان مصبوغا إذا ما كان مصبوغ ما يسمى عهن يسمى صوف ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العهن وربما يسأل سائل فيقول ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجبال هنا بالإحن ولم يذكرها بالصوف فقال أهل التفسير في التفاتة لطيفة قالوا لما كانت كان الإحن هو الصوف المصبوغ وأن الجبال كان لها ألوان كما قال الله سبحانه وتعالى أن من الجبال بيض وحمر وقال مختلف ألوانها وغرابيب سود فلما ذكر أنه بيض وحمر وغرابيب سود فلما ذكر لها ألوانا ذكر أنها ماذا؟ أنها إحن حتى يتناسب ذكر الجبال الملونة مع الصوف المصبوغ فكل صوف وكل جبل كان بلون ويعني ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فكان يعني العظمة في اختيار اللفظة فجاءت لفظة الإحن هنا مناسبة للفظة الألوان التي عليها الجبال نعم قال وتكون الجبال كالإحن كالإحن لم يذكر الإحن المنفوش كما ذكر في سورة القارعة وربما يسأل سائل عن الفوارق يعني حقيقة ذكر كثير من العلماء الفوارق بين القارعة وبين سورة المعارج وكذلك كان لأستاذنا الدكتور فاضل سام الرائي حقيقة إنشارات لطيفة جدا في هذا الباب سنذكر مجمل ما قاله أهل التفسير وما ذكره أيضا دكتور فاضل في هذا المقام قالوا أنه يعني إذا من تكلم عن الفاصلة قالوا أن الفاصلة في المهل والإحن متقاربات فالفاصلة جميلة بين الإحن والمهل يعني يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإحن فالفاصلة كانت متقاربة جميلة كالفاصلة المتقاربة في سورة القارعة عندما يقول يوم تكون الجبال كالإحن المفوش وذكر عن الخلق والناس كالفراش المفثوث فالمفثوث والمنفوش أيضا التقارب الموجود في اللفظتين كذلك قالوا أنه سورة المعارج هي ذكرت فيها الآخرة وذكر فيها العذاب عذاب الآخرة جزئيا مما جعل عدم الاستطالة والإطالة في ذكر تفاصيل العذاب بينما سورة القارعة السورة سيقت في الكلام عن الآخرة والكلام عن يوم الآخر لكن في سورة المعارج إنما ذكرت الآخرة والخلاف الموجود بين العذاب الواقع هل هو في يوم بدر في أيام الدنيا أم في أيام الآخرة أما سورة القارعة فلا خلافة فيها أن القارعة تتكلم عن يوم القيامة كذلك التهويل والتعظيم والحاصل في سورة القارعة لم يكن مثله في سورة المعارج حيث بدأت سورة القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فابتدأ بتهويل وبالتكرار وبهذا اللفظ العظيم ولفظ القرع الذي فيه شدة حتى في اللفظ وهذا ما كان موجودا في سورة المعارج ويعني الآن لو وقفنا على قضية الإحن بالذات هنا وسوق الكلام عن قضية الإحن المنفوش قالوا لأنه يعني القارعة الصوف إحدى طرائق نفش الصوف هو بالعصى والقرع هو الضرب بالعصى فلما ابتدأت السورة بالقارعة ما القارعة فلما كان ضرب العصى موجود واستعمال لفظ القرع والقرع الذي هو الضرب بالعصى موجود نفش الصوف ونفشة الجبال في سورة القارعة مناسبة لللفظ الذي جاء في القرع الذي هو مناسب لحالة نفش الصوف أما في سورة المعارج لم يكن هناك قرع ولا ضرب ولذلك بقيت الجبال كالعهن لم يذكر فيها المنفوش كذلك أنه القرع في سورة القارعة هو مناسب لتطاير الفراش فحتى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فذكر الناس كالفراش قالوا لأنه إذا قرعت قرب وقوف فراش فإنه يتطاير الفراش فجاء تناسب القرع مع تطاير الفراش كذلك ذكر الفراش في سورة القارعة كان متناسب مع ذكر النار التي جاءت وما أدرك ما هي نار حامية فالنار وتهافت الفراش على النار أيضا هذا يتناسب كجو السورة كاملا في هذه المسألة ولاحظ أنه في سورة القارعة أيضا ذكر أن الناس يكونون كالفراش المبثوث بينما في سورة القمر قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ولاحظوا جمالية أنه الفراش المبثوث كان متناسبا في ذكر موقف من مواقف يوم القيامة في قضية ولا يسأل حميم حميمة كما سنفصل فيموافق لمعنى الفراش المبثوث لأنه سيكون تداخل بين الناس فقد ورد على ابن عباس أن الناس يتعارفون في يوم القيامة أي معنى هذا أنه كل واحد يعرف من هذا هذا أبوه هذا أخوه هذا صديقه قال فيبدأ يهرب كل واحد من الآخر فكلما يذهب في مكان فيلقى قريب له أو من يعرفه يهرب منه فيكون الثراب وهرج بين الناس وحركة كثيرة واضطراب كثير ومناسب لتوصيف القرآن الوصف الدقيق أنه يكون الناس كالفراش المبثوث عندما يتداخلون فكل إنسان يبتعد عن الآخر لا يريد أن يلقى من يعرفه لعله يطلبه بمظلمة أو يطلبه بشيء من الدنيا ولاحظوا بينما في سورة القمر قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والجراد يسير بحركة ثابتة مستقيمة باتجاه واحد بينما الفراش يسير بحركة طرابية فكل حركة من حركات يوم القيامة وكل موقف جاء على وصف دقيق في ذلك كذلك لاحظوا أيضا في سورة القارعة التناسب الموجود بين قضية أنه النار الحامية والجبال فالنار كانت حامية كثيرة في سورة القارعة بينما النار هنا في سورة المعارج قال إنها لضى نزاعة للشوة الشوة هو جلد الإنسان وستنتكلم عن معنى الشوة في معاني كثيرة لكن من المعاني المشهورة هو جلد الإنسان أو فروة رأسه إذن هنا النار في المعارج كانت قليلة في مناسبة ذكر الإنسان بينما في سورة القارعة كانت نار حامية فهي أعظم من قضية أنه مجرد أنه للإنسان إنما كانت للمخلوقات جميعا فناسب ذكر ذوبان الجبال أن تكون كالعهن المنفوش تذوب الجبال من حرارة تلك النار كذلك قالوا أيضا ذكر النار في سورة القارعة مناسب للفظ القارعة لأنه القراعة هي القداحة كيف قبل ما كان عندهم قداحات مثل ما موجودة الآن عندنا فكانوا يستعملون القراعة والقراعة هي خشبة يعني يفركونها حتى يعني يخرجوا منها يرون الزنت حتى يخرجوا منه النار فكل هذه المعاني لاحظوا كيف كان الانسجام العظيم في هذه المعاني في مسألة ورود أنه سورة القارعة جاءت فيها الجبال منفوشة وسورة المعارج لم تكن الجبال منفوشة أضف إلى معنى آخر أيضا ذكرهها للتفسير قالوا في سورة المعارج ولاحظوا التفاة المفسرين كم هو دقيق وجميل قالوا سورة المعارج فيها العذاب واقع والوقوع هو ثبات الشيء فقالوا كأن الوقوع يعني لو جعلت شيئا تقيلا على الصوف هل ينفش الصوف أم يبقى في مكانه يعني يتطبق ويتداخل قالوا يتداخل قال لأن سورة المعارج ورد فيها العذاب واقع والوقوع يتناسب معه تداخل الصوف وعدم نفشه بينما في سورة القارعة جاء الضرب وتكرار اللفظ وغير ذلك من الأمور مما جعل الصوف يعني ينفش هذا يعني ما يحضرني من قضية الفرق بين سورة القارعة وسورة المعارج في هذه الإشارات اللطيفة قال وتكون الجبال كالعهن هذه الحالة الثانية من حالات ذلك اليوم العظيم ثم قال ولا يسأل حميم حميمة لا يسأل حميم حميمة وقد ذكر الإمام الألوسي عن قتادة في قراءة ولا يسأل وكل قراءة لها توجيه وسنتكلم عن توجيه يعني هذه القراءات في المعاني ابتداء في ذلك اليوم العصيب يخرج الناس وكما قلنا كقول ابن عباس قال يتعرفون ساعة يعرف بعضهم بعض ساعة ثم بعد ذلك يبدأ يهرب واحد من الثاني مخافة أن يطالب بحسنة أو يطالب بمظلمة أو يطالب بمال أو يطالب بدرهم ويوم لا درهم ولا دينار في ذلك الوقت حتى أنه قيل أن أحد الصالحين يعني كان نائما فرأى في المنام كأنه يشتاز الصراط قال فخرج رجل من النار فتعلق بالصراط طيب هذا في عالم الرؤية قال فقال يا هذا إن لي عليك درهما قال ومن أين لي أنا أتيك بالدرهم وأنا في هذه الحال ما في أموال وهو يعبر الصراط قال ليس هناك لي مال قال إذن اجعلني اجعلني أبرد جسمي على قدر الدرهم بإصبعي أضع أصبعي على جلدك حتى أبرد أصبعي ولو على قدر الدرهم قال فوضع أصبعه على رجلي فصرخ فاستيقظ من النوم فإذا ساقه قد حرقت على قدر الدرهم على قدر أصبع ذلك الرجل وإلى أن ما تبقي هذا الحرق فيها لذلك لاحظوا لا يسأل حميم حميمة لماذا؟ قال لأنه في ذلك الوقت يوم لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا قال ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وقال تعالى أيضا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل واحد عنده شغل لكفيه الهم ليغني ولحظوا هنا شأن يغني أي الهم الذي أغناه أن يفكر بغيره كأنه جعل له غنى أن يفكر بغيره من أهلي أو من أقاربه كأنه هذا المعنى قال ولا يسأل حميم حميمة وكان الفراء يقول وأنا أميل إلى قراءتي يسأل لأنه فعلا هي على القراءة الفراء كان يقول أميل إلى هذا وقولنا عندما نقول أنه مثلا الطبري قال أميل إلى كذا أو الفراء قال أميل إلى كذا ربما تكون بعض القراءات يعني تكون متواترة كلا هم متواتر لكن هنا المقصود في ميلهم من حيث أنه المعنى عندهم استطاعوا أن يستخرجوا المعنى يعني المعنى الواضح منها لأن مرات القراءة تكون يعني صعبة في استخراج المعنى المراد حتى أن الزركشي في البرهان كان يقول والصنع في القراءة في استخراج في القراءة الشاذة بالذات يعني كان يتكلم عن القراءة الشاذة يقول الصنع في القراءة الشاذة أشد من الصنع في القراءة المتواترة القراءة المتواترة غالبا تكون معنى متقارب أو معنى مفهوم قريب لكن الصنع في القراءة الشاذة عندما يأتي القراءة الشاذة كيف يعني يجد التوجيه في هذا المعنى لذلك يعني الفراء كان يقول يعني ولا يسأل حميم حميمة أي أنه لا يسأل إنسان يعني لا يسأل رجل عن صاحبه ولا يسأل عن صاحبه أي أنه عادة في الدنيا قد تكون أنت لا ترى فلان ولكن وجدت صاحبه فتقول كيف فلان فتسأل عنه في ذلك اليوم لا يسأل حميم عن حميمه صديق عن صديقه كذلك يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يعني لاحظوا هنا الفرار الابتعاد عن كل من يعرفه من الأولاد والزوجة والوالدين رغم أنهم يعني كان يفديهم في الدنيا ويعني يقدم لهم الغالي والنفيس في الدنيا ويفديهم بروحه في الدنيا ولكنه في ذلك اليوم لشدة ذلك اليوم فقد أغناه الأمر أن يفكر حتى بفلدة كبده بولده الذي هو الأقرب فالأقرب كما قال قتادة يعني يبتعد الإنسان من الأقرب فالأقرب ابتعادا بعيدا هروبا مما يعني يقع في ذلك اليوم قال ولا يسأل حميم حميمة يعني حتى ورد أنه الرجل يلقى زوجته فيقول لها يا فلانا كيف كنت معك فتقول نعمة زوج يقول لها يعني أريد حسنة فتقول إليك عني إليك عني فقد شغلني حالي يرى الرجل ولده الذي أنفق صحته وأنفق ماله عليه ورباه وترك له مالا وترك له أشياء كثيرة فيلقاه يوم القيامة فيقول يا ولدي كيف كنت معك يقول نعمة أب يقول يا ولدي أنا محتاج لحسنة واحدة فيقول إليك عني إليك عني في ذاك اليوم يعني يحرب الجميع يفر الجميع من هول ذلك الموقف العظيم ويكفي في هول ذلك الموقف أن الأنبياء يعني يشتون على ركبهم ويعني من هول ذلك الموقف رغم علمهم المطلق أن الله قد وعدهم الجنة وأن لهم الجنة لكن هول الموقف كان أشد مما قضيت أنه يتذكر الإنسان شيء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها والحديث معروف قال وليسأل حميم حميمة والحميم هو الصديق ونحن ذكرنا سابقا قلنا الحاء والميم والميم هذا التركيب أينما جاء يدل على حركة وغلايان والطراب ومنه الحمم والحمام للماء الساخن والحمام لكثرة حركة جناحه والحمام للموت وكذلك يعني لفظ الحميم الماء الحميم هو المغلي والصديق الحميم قال أهل اللغة قالوا هو الذي يغلي دمه إن أصابك سوء إن سمع عنك سوء يغلي دمه عليك وينفعل كثيرا إن أصابك سوء في ذلك الموقف لا يسأل حميم حميمة ستقولون لي ولكن الله قال يعني أنه الأخ لا بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين نعم المتقون هناك سيكون لهم حال خاص ويكون لهم موقف خاص ويكون لهم كلام خاص في ذلك الموقف لأن الله سبحانه وتعالى استثنى المتقين واستثنى أهل التقوى وأهل الصلاح استثنى المتحبين في الله الذي كما ورد في بعض الروايات أنه الرجل يمسك بيد صاحبه فيقول الله سبحانه وتعالى خذ بيد صاحبك إلى الجنة وغير ذلك من المواقف العظيمة التي تبين يعني قيمة الصحبة ولكن منهم فالسلم قال أنه ربما هذا يكون في أول الأمر في أول الأمر أن الإنسان يهرب عن الجميع قال ولكنه إذا بشر وأخذ كتابه بعد الحساب فيرجع إلى أهله يبحث عنهم حتى يبشرهم ويفرحهم أنه ماذا قد حصل على الجائزة قال ها مقرؤوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وقد تكلمنا عن هذا في سورة الحق وفصلنا فيها القول ولكن كما قلنا القرآن مترابط آية مع آية فهنا لا يسأل حميم حميمة كما ذكرنا عن سورة القارعة أن الناس تكون كالفراش المفثوث تكون متضاربة أينما يذهب الرجل فيجد من يعرفه ويهرب إلى مكان آخر وهكذا يموج الناس بعضهم في يومئذ في بعض من هول ذلك الموقف قال وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ وَإِنْ قُلْنَا عَلَى قِرَاءَةَ لَا يُسْأَلْ أي أنه لا يؤاخذ الرجل ولا يسأل عن غيره إنما يسأل عن نفسه يسأل عن نفسه فهنا هذه الآية العظيمة بيّنت بيّنت هول ذلك اليوم وهو الوصف الثالث من أوصاف ذلك اليوم العصيب أنه كانت السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم عن حميمه من شدة ذلك اليوم ومن هول ذلك اليوم فإنه يعني يفترق الإنسان عن أحب الناس إليه ويبتعد عن أعز الناس عنده في الدنيا وماذا كإلا لصعوبة ذلك الموقف نسأل الله العفو والعافي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجينا من هول ذلك اليوم وأن يجعلنا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في سورة المعارج في حلقة قادمة إلى ذلك الحين نستذعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته